نحن البشر صناع واقعنا نصنعه بإرادتنا ووعينا واقعنا بين الأسئلة والأجوبة معي أنا أحمد برقام أيها السيدات أيها السادة ما الجيش؟ وما دوره في عالمنا العربي؟ ليس هذا السؤال بسؤال يقتضي مننا أن نبذل جهدا كبيرا للإجابة عنه ولكن هناك بعض القضايا التي لا ينتبه إليها الكثيرون حول دور الجيش في حياتنا المعاصرة بداية أقول لكم الجيش ظاهرة قديمة قدم تنظيم السلطة أو الدولة وذا أقول السلطة أو الدولة لأنه ليس كل سلطة هي دولة ولكن كل دولة بالضرورة لها سلطة وبالتالي كل مجتمع منظم يقوم بتكوين جماعة من الناس مهمتها بالأساس الدفاع عن هذه الجماعة وحدودها وحدود عيشها وبالتالي الحفاظ على أمنها وأمن أفرادها هذا هو الجيش بالتعليف الآن مع تطور الحياة مع تغير عادة الذهاب إلى السبي والبحث عن الغنائم لأنه هكذا بدأت الحياة قبيلة بتسبي حتى لوقت مبكي بالوقت مبكر وبقت متأخر كان مازال السبي حاضر عشيرة بتروح تسبي عشيرة أخرى لا لأن نحن نتحدث عن دولة لها مؤسسة اسمها الجيش هذه المؤسسة منظمة ذات تراتبية عالية جدا ذات طاعة مطلقة أهم عنصر من عناصر المؤسسة العسكرية هو الطاعة المطلقة من حيث المبدأ الجيش سلطته مستمدة من سلطة الدولة أي من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولهذا تجدون أن الذي يخطط لعمل الجيش هو الجانب السياسي وليس الجانب العسكري بمعنى المهمة التي يطلب من الجيش أن يقوم بها لا يقررها الجيش ولا قيادة الجيش هذه المهمة تقررها المؤسسة السياسية فإذن المؤسسة السياسية هي سلطة أعلى من الجيش من حيث المبدأ هذا من حيث المبدأ لكن من حيث الواقع ما هو؟ في الوطن العربي كلما عنا على جماعة من الجيش قامت بتنظيم أنفسها ووضعت أمام نصف عينيها الاستلاء على السلطة أنجزت الإنقلاب العسكري حققت ما يمكن نسميه الانتقال العنفي للسلطة من مؤسسة مدنية أو عسكرية حتى إلى مؤسسة عسكرية جديدة هذا هو الإنقلاب العسكري الإنقلاب العسكري ما هو؟ هو أن من يمتلك قوة مادية مسلحة يستولي على الإذاعة والتلفزيون وعلى محطات الكهرباء والمياه وإلى آخره ويعلن أنه أقال السلطة القديمة وأسس سلطة جديدة هذا كان دور الجيش في مصر في عام 1952 قام بإنقلاب عسكري وقضى على الملكية وأقام نمط جديد من الحكم مجلس قيادة الثورة اللي هو من عسكريي الثورة مجلس قيادة الثورة وحكم مجلس قيادة الثورة لفترة طويلة وظل الجيش مؤسسة ذات شأن لا يمكن إلا أن تأخذ بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات الحسن في عام 1958 قام انقلاب عسكري بقيادة عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم في العراق ألغى الملكية في العراق الملكية الدستورية يعني ألغى الجيش الملكية الدستورية في مصر ثم ألغى الجيش الملكية الدستورية في العراق وتوالت الانقلابات في العراق 14 رمضان 1963 يعني لي 8 شباط انقلاب عسكري أيضا قضى على الانقلاب العسكري الذي أنجزه عبد الكريم قاسم وقتل عبد الكريم قاسم كما عبد الكريم قاسم قتل الملك وحاشيه وفي عام الـ 64 أو 63 يعني بآخرها عبد السلام ساوى انقلاب وقضى على رفاقه في الانقلاب الأول واستولى على الصوت بالـ 67 صار انقلاب أيضا عسكري ضد أخول عبد السلام عارف أنا بسمع عارف مات بعادر طائر واستولى على الصوت في سوريا الانفصال قادوه العسكر انفصال مصر عن سوريا صار انقلاب عسكري قاد العسكريون انقلابا عسكريا أدى إلى فصل الوحدة بين سوريا ومصر هذا الحكي بالـ 61 بـ 63 صار انقلاب عسكري في سوريا قام به البعثيون والناصريون وبقايا القوميين العرب بـ 18 تموش صار انقلاب عسكري حاول الناصريون أن يأخذوا السلطة وفشل في الـ 66 صار انقلاب عسكري داخل الجماعة الحاكمة البعثيين بقيادة الصلاحي جديد ضد أمين الحافظ وهذا انقلاب عسكري بالـ 70 صار انقلاب عسكري أيضا بسوريا واستولى حافظ الأسد على السلطة وحط رفاقه في الحفز هذا تاريخ من الانقلابات العسكرية بالمغرب صار انقلاب عسكري فاشل بقيادة بوفقير بليبيا سنة 1970 أيضا قبل السبعين يمكن بشوي صار انقلاب عسكري بقيادة الجيش واستولى معمر القذافي على السلطة بالسودان صار انقلاب عسكري بقيادة النومير ثم صار انقلاب عسكري بقيادة هذا الان اللي بالحبس بسيت اسمه لأنه كريه الحقيقي بالسودان وين كمان في كل ما ماتت بأكثر أماكن بطارة صار محاولات انقلاب عسكرية فاشلة حتى بتونس تغيير النظام من بورقبة إلى بن علي قام به الجانب إذن علاقة الجيش بالسلطة هي علاقة مرضية في هذه الدول التي قامت بها الانقلابات العسكرية ما الذي نتج عن الانقلابات العسكرية؟ كل انقلاب عسكري بديحكم ما بيديحكم إلا بأشكال خارجية من الدولة يعني بده مجلس بزراء بده مزراء وحيانا بيسوي لك كمان مجلس نواب إذا ما في إزعاج لكن تبقى القوة المهينة على القرار هي المؤسسة العسكرية كيف تتحقق هذه البنية العسكرية من كيف تحقق هذه البنية العسكرية من السيطرة على البلاد والعباد؟ أولا المؤسسة العسكرية كل الانقلابات التي أنجزتها المؤسسة العسكرية جعلت المؤسسة العسكرية ما فوق القانون أو خارج القانون بالاستيلاء بالنهب بالفساد لماذا؟ استخدام القوة وكلما كانت هناك قوة عسكرية أقرب إلى الدكتاتور العسكري كلما كانت مطلقة الأيدي في القضاء على الحياة الطبيعية للمجتمع الاقتصادية والسياسية والثقافية إلى درجة أن هذه المؤسسة العسكرية قضت على المجتمع المدني وعلى تقاليده وقيمه وصار كل شيء ممكن خارج القانون out of law وإلى جانب هذه المؤسسات العسكرية لأن الدكتاتور العسكري لا يكتفي بالمؤسسة العسكرية يريد أن يراقب المجتمع بده مؤسسة تراقب المجتمع والجيش نفسه فينشأ لهذا المعنى تنشأ ما يمكن أن نسميه المؤسسة الأمنية بفروعها المتعدة إلى درجة أن المؤسسة العسكرية ليست موضوع ثقة من قبل حتى الذي أنجز الانقلاب العسكري لماذا؟ لأن هذا الدكتاتور الذي أنجز الانقلاب العسكري يعرف أن إذا ما تكاتف مجموعة من الضباط قادرون على أن ينجزوا يكونوا قادرين على أن ينجزوا انقلابا عسكريا كالانقلاب الذي أنجزه فيشكل أول ما يشكل مؤسسة المخابرات العسكرية التي تتلصص على الجيش وترصد حركات الضباط وتعمل هي على ترتيب التنقلات وتراقب ما إذا كان هناك تململ من هذا أو ذاك وبالتالي تريد أن تنظم المؤسسة العسكرية في إطار ولائها المطلق للدكتاتور إلى جانب مؤسسات الأمنية الأخرى والتي هي في جوهرها ذات روح عسكرية فما الذي ينتج عن هذا المجتمع السياسي المدني المجتمع الطبيعي في شرطة في محاكم في قانون هذا المجتمع الطبيعي شرطة ومحاكم وقانون بالمناسبة المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية في جميع البلدان التي حكمها العسكر لا تلغي لا الشرطة ولا القانون ولا المحاكم المدنية يعني ما تلغي القضاء لكنها تبطل مفعولها فتصبح سلطة الأمن أقوى من كل السلطات التي أنشأتها الدولة الأمنية يعني الشرطة أو القضائية القضاء وأي سلطة أخرى حتى السلطة المجتمعية يعني بالمجتمع بنت السلطة العراف والتقاليد حتى هذه تقضي عليها السلطة الأمنية فيكون لدينا إذن بدل المجتمع وسلطه المدني سلطان قويتان تتحكمان بكل تفاصيل المجتمع وخارج فكرة القانون وخارج فكرة القضاء فتدمر الحياة المدنية لأنه نقيض العسكر المدني لا يعود القرار العسكري وقرار أمني يصبح المجتمع مدار بقرار أمني عسكري وليس بمؤسساته ما عاد في مؤسسات تعمل طلاقا حتى إذا بدك تشتغل تشغل العمل حق حق بأي دولة العمل حق من حقوق المواطن إذا بدك تشتغل حتى ولو لم تكن موظفا في الدولة تحتاج إلى موافقة الأمن ليه طبعا هذا يؤدي إلى التمييز بين البشر وهذا يؤدي إلى التمييز في الولاءات فيصبح لدي ولاء للمؤسسة العسكرية والأمنية من جزء من السفر وهذا الولاء هو الذي يؤتمن له فيما القسم الآخر الأكثرية لا يؤتمن لها فيصبح المواطن متهما حتى تثبت أو تثبت براءته فلا يؤتمن للناس لماذا؟ لأن المجتمع لا يحب الخوف لا يحب من يعتدي عليه لا يحب تمايز الناس وفق الانتماءات الطائفية والطبقية والمناطقية لا يحب يعني إذا واحد ديكتاتور من عشيرة وحكم صارت العشيرة كل حاكمة وصار الأمن من العشيرة إذا ديكتاتور من طائفة حكم صارت الطائفة حاكمة وصار الأمن من الطائفة إذا صار في عندي شرخ اجتماعي صار عندي أقلية حاكمة بالقوة وأكثرية محكومة عبر ممارسة القوة عليها وبالتالي تخرب الحياة تخرب بالمعنى الدقيق للكلم هلأ من أجل أن يستقوي الإنسان على هذا العالم القاسي جدا الذي يحكم بعقلية عسكرية وخاصة إذا كانت عسكرية عقلية عسكرية غالبا ريفية فإنه يقوم بعملية تلاؤم كاذبة مع الوضع تلاؤم كاذب مع الوضع فيبدو للمؤسسة أن هذا التلاؤم قد أصبح مسيطرة مسيطرة يعني خلص تام وأصبح المجتمع مسيطرة عليه هم لا يعرفون أن هذا التلاؤم الكاذب يختفي وراءه نوعا من التمرد الخفي فيظنون اللامبالاء بسلوكهم نوعنا الموافقة الأبدية والضمنية لا لماذا؟ لهم يعتقدون أن المؤسسة العسكرية قادرة أن تفعل ما تريد وأي تمرد قادر المؤسسة العسكرية أن تقضي عليه مش صحيح انفجار المجتمع حتى ضد المؤسسة العسكرية قد يؤدي إلى أن جزء من العسكر قد يقفون إلى المجتمع لأنهم بالأساس ليسوا من العصبية العسكرية المقرب وهكذا تبدأ عملية خلخلة كل الذي جرى تنظيمه انطلاقا من ذهنية وعقلية المؤسسة العسكرية الحاكمة طالما فكرة القوة هي المستندة لها هذه القوة هذه المؤسسة العسكرية وطالما أن القوة لا عقال لها منفلتة من عقالها فهي أيضا لا تفكر القوة هذه التي تنفلت من عقالها التي لا علاقة لها بالدولة بمفهوم الدولة بنمط الدولة بمؤسس دولة هذه الدولة المنفلتة من عقالها لا تفكر فتعتقد أنها تفكر وأنها بقوتها باستطاعتها أن تلجم الحراك الاجتماعي ولكن الحياة أقوى من هذا التفكير الساذج لأن التفكير الساذج يعني أن صاحبه لا يفكر لا يفكر بالانفجار الذي يتراكم تتراكم أسبابه شيئا ما هي النتيجة؟ لا يجوز للمؤسسة العسكرية أن تحمل المؤسسة العسكرية يجب تكون مؤسسة خاضعة للحياة المدنية خاضعة للسلطة السياسية وتنفذ قرارات السلطة السياسية حتى في أكثر دول العالم قوة أمريكا المؤسسة العسكرية لا تستطيع أن تنفذ شيئا لا تريده المؤسسة السياسية المؤسسة العسكرية تنفذ القرار ولا تتخذ شكرا لسفايل يأتيكم عند التاسعة مساء ويعاد الواحد ظهرا على راديو أوريانت